شكراً دولة الرئيس مكتبكم الإعلام المؤكر صباح اليوم أعلن عن توقيع مذكر التفاهم مع موانئ دول العالمية لتطوير 500 فدان من أراضي العاصمة الإدارية بالطبع هناك رسائل إيجابية كثيرة جداً تخص هذا الأمر سواء على المشروع كعاصمة إدارية أو على الاقتصاد المصري أو على المستقبل للصناعات المصرية نرجو مسيادتك توضيح الأمر شكراً الحقيقة هنا نقطة مهمة جداً العاصمة الإدارية زي ما حضركم إحنا كلنا موجودين فيها النهاردة الجزء المهم لاستدامة هذه المدينة إن يكون فيها أيضاً منطقة صناعية كبيرة ويبقى بتولد فرص عمل في مجال الصناعة مش فقط على قد انتقال الحكومة والمشروعات التجارية والعقرية بالعكس الكل كان بيتكلم على ضرورة أن يكون هناك مشروعات إنتاجية وبالتالي يمكن النهاردة التوقيع اللي حضركم شاهدتموه إن يعني شركة كبيرة زي مواني دبي بتتكلم على إنشاء منطقة صناعية متكاملة حتبدأ تنقل فيها جزء من الصناعات اللي كانت موجودة في دبي نفسها نتيجة لأن بقى في طلبات أكبر بكتير فبالتالي هما شايفين إن الأفضل إن هما لما يجوا إنشاء مصانع جديدة تنشأ هنا لأن هنا في مزايا أكبر العمالة موجودة هنا هناك يعني وسائل الحوافز اللي ابتدت الدولة المصرية إنها تقدمها فبالتالي هو كانت وجهة نظرهم إن إحنا نبدأ ننشئ هذه النوعية من الصناعات في مصر وتبقى دي فرصة إن بدل ما كنا فقط بنكتفي بالمنطقة الصناعية أو المنطقة المعروفة في جبل علي وفي دبي لا يبقى عندنا مقر إقليمي آخر هنا يبقى على نفس المستوى وهو ده اللي إحنا بنتمحه إن شاء الله